اشتركوا في القناة انتهاكوا أحد الأشخاص له إلى البحث عن طريقة يصبحوا فيها مخاطبة المسؤولين ومساءلتهم حقا لكافة شرائح المجتمع بنا نوصل لمرحلة أن المواطن يشعر أنه عليه مسؤولية مش كل شيء له مش كل شيء من حقه مش من كل شيء لازم الرئيس يغير له أو الوزير غير له أو صنع القرار يأثر فيه لأن المواطن لما يكب القمامة على الشارع هو مسؤول فهذه هدف المنصة أنه تجمع فعلا ما بين صانع القرار والمدونين والنشاطاء وكل العالم اللي بتشتغل بعالم الأونلاين وفيما بعد راح يكون فيه آلية مجانا للناس تتصل على المنصة اللي ما عندهمش القدرة للإنترنت ويسجلوا نص صوتي تم نشره كأي منشور ومن هنا توجه سائد للمسؤولين والصنع القرار في الحكم المحلي ووزارة الإعلام وغيره بمن احتضنوا فكرته ودعموها لتنطلق المنصة اليوم كأول منصة إلكترونية تجمع بين المواطنين والمسؤولين وتضعهم على طاولة نقاش واحدة ذهبنا كحكومة لإقرار قانون حق الحصول على المعلومات وعندما جاء سائد بهذه الفكرة تلقفناها كخطوة أولى لتجسيد هذا القانون على الأرض وبالفعل ما بين المؤسسات المختلفة حتى تكون هذه المنصة منصة الكل الفلسطيني باسم كل إخواني وباسم الحكومة الفلسطينية نطلق منصة هل تعلم؟ مؤسستي أمان ونتكابي لحوسبة التعريم الذين شاركوا الشباب في مبادرتهم باركوا هذه الخطوة وأكدوا استعدادهم الكامل للمشاركة في هذه المنصة وتفعيلها رسائل خاصة جاءتني معقول أنه تجتمع الحكومة والقطاع والأهل والمدني وأخي سائد على منصة من هذا النوع حتى تسائل المسؤولين وتسائل الحكومة وأيضا تنطق باسم الشارع وتفتح ملفات عديدة قد تكون البعض منها أو يكون البعض منها في غاية الحساسية تعرف أنه انطلقت اليوم ولخمسة عشر عاما قادمة ستبقى على رأس عملها أما نجاحها وفشلها فيعتمد أولا وأخيرا على المواطن وفأ عروري لتلفزيون وطن رام الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة